السؤال الأهم هل ده جامبل ولا سيلفي ستيك؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو إن شاء الله يلا بينا نبدأ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم ومراجعة جديدة لمعدات التصوير كلنا عارفين إن الفترة الأخيرة التصوير بالموبايل بقى أمر ضروري والشركات بدأت إنها تطور موضوع التصوير في أجهزة الموبايل وبقت دي جزء كبير من جانب المنافسة بين كل تليفون والتاني وطبعا أكيد موانع الاهتزاز أو الجامبل كمان بتطور علشان تواكب الاستخدام بتاع اليوزر اللي بيشتغله لأن مش شرط تكون مصور علشان تصور بالتليفون أو إنك تشتري جامبل فأنت بتكلم كل فئات المجتمع أي حد ممكن يصور علشان كده الشركات بدأت تعمل الجامبلز دي وتحاول إنها تسهل استخداماتها في التصوير علشان أي حد يستخدمها طيب الجامبل اللي معي النهاردة هو من شركة زيون اسمه سموز اكس وده يعتبر أحدث منتجاتها ويعتبر من أصغر الجامبل اللي موجودة حاليا يعني خلونا نقفله هيكون معك بالشكل ده هي متأيقل أصعب حاجة فيه أو الفكرة في الفتحة بتاعته نفسها بتحتاج إنك تلف الجامبل بالشكل ده بعد كده تشده لبرة شوية بعد كده تبدأ إنك تلفه كده وخلص كده الجامبل جاهز الجامبل هتلاقوه عند الكاميرا ميكس حاسب لكم كل الروابط الخاصة بالمنتج موجودة تحت الفيديو فيه منه نسختين بيجوا فيه نسخة الكمبو اللي بيجي معها الشنطة وبيجي معها الترايبود وفيه النسخة العادية بس اللي بتشتري الجامبل بس نفسه فالخيارين موجودين اختار اللي ينسبك تعالوا أنا تتكلم شوية فيه تفاصيل أكتر عن المنتج وإزاي بقدر إن أنا أشغله وأفعله ويتعامل مع الابليكيشن بتاعه بشكل سهل و بسيط والبيلول بتاع المنتج ده صورته بإضاءة الأبيتشار MC اللي أنا نزلت عنها ريفيو اللي ما شفوش يقدر إنه يشوفه وحاسب لك برضو الرواب بتاعته تحت الفيديو خلاننا بقى نخش في النقطة هل ده جامبل ولا سيلفي ستيك هو طبعا علشان فيه مواتير فهو جامبل بس ده بيختلف عن أي جامبل لإن ده فيه محورين فقط يعني فيه محور ناقص منهم وهو التلت يعني التليفون مش هيطلع ولا ينزل معي بس التليفون تقدر إنك تحركه يا إما فوله يمين وشمال يا إما باننج بالشكل ده إنما الزاوية دي مفقودة أو مش موجودة فهو جامبل فيه محورين بس طب ده بيأثر على التصوير أكيد بيأثر على التصوير لو أنت بتتحرك فيه الاتجاه ده بس طبعا هو عمل الموضوع ده علشان يديك السيلفي ستيك اللي هو بكل بساطة إن ده بتفتح الجامبل كده بقى السيلفي ستيك وبتعوض المحور اللي ناقص بإنك انت بتلفه بالشكل ده فإنت بتبقى مظبط عليك محور اللي ناقص والمحورين التانيين شغالين كويس جدا أنا في رأيي ده التطور المطلوب للسيلفي ستيك فهو سيلفي ستيك قوي جدا وتقدر تعمل بيه حاجات كتيرة في التصوير وأكيد طبعا من المميزات اللي بدأت تنزل في كل الجامبلز وهي عن طريق إنك بتضغط على صرار بتحول التليفون من وضع لانسكيب لوضع الستوري أو لو أنت بتصور ستوري على انستجرام أو على سناب شات فبكل بساطة بتقدر إنك تحولوا لأي وضع فيهم بكل سهولة شرحت لكم بالتفصيل كل الكلام ده هتشوفوه في آخر الفيديو تعالوا إيه نرفع داك كده شوية من الحاجات الجميلة اللي البنات هتتبسط عليها موضوع الإفكتس وهي بكل بساطة يعني شوية تجميل في الوش وانت بتصور سناب أو بتعمل ستوري على انستجرام فبتروح على الايكونة بتاعت الإفكتس بتلاقي فيه عندك الأودو فهو بيبدأ إنه هو ينعم بقى الوش يبيض الوش يحلي يبدأ إنه هو إيه فيه خيار اللي هو السلم اللي هو بيبدأ يرفع لك الوش أو يرفع لك الوش شوية ومعنا اتصل ونقول ألو كده تخين رفيع تخين رفيع تخين رفيع بالشكل ده هنا سموز بينعم البشرة هنا البرائتنس بيبدأ إنه هو إيه بيختار في البرائتنس طبعا بتختاري المناسب أو بتختاري المناسب ليكي يعني أنا مش شايف الموضوع ده للرجالة خلص أنا بس بشرح ها توضيح بس مجرد توضيح فكمان العين بتكبر العين أو تدايق العين يا ممكن تبقي ياباني الصيني واللايت بتنور الوش لكن ده ماشاء الله هو الشام نور كل ده خدعة خدعة سينمائية وروزي اللي هو بيحول الوش للون الروز أو بيخليه بينك شوية فأكيد مش لينة الكلام ده فالفكت ده زي ما قلت لكم بناتها هتبسط عليه جدا وأكيد من الحاجات برضو اللي موجودة في الجنبل وهي موضوع التتبع أو التراكينج اللي هو لو انت مثلا بتشرح حاجة وانت بعيد عن التليفون فهو بيبدأ يعملك فولو أو بيبدأ يتتبع الحركة أو الوش بتاعك بكل بساطة بتروح على مثلا نمط الفيديو ببدأ ان انا ارسم له أو احدد الوش بتاعي على الشاشة بضغط وبسحب بيظهر معي المربع الأخضر اللي انت شايفينه بمجرد ما ببدأ ان انا اتحرك يمين شمال بالشكل ده أوتوماتيك لوحده بيفضل متتبع الحركة بتاعتي وقت التسجيل بس في نقطة لازم نوضح هنا ان في محور ناقس يعني انا لو قمت وقفت دلوقتي مش هيتابع الحركة بتاعتي لان المحور ده مش موجود في السيلفي ستيك ده علشان يبقى الامور واضحة في البداية اول حاجة هتعملها انك هتركب التليفون بتاعك وتحول قدر الامكان انك يعني توسطا التليفون قدر الامكان او يكون فيه توازن بيق الشكل ده علشان محملش على المواتير بعد كده بلف هنا وبضغط ضغطة طويلة على زرار الباور اول ما بينور معي بيق الشكل ده بيبقى كده الجهاز اشتغل معي لو حركت في الجويستيك اللي عندي ببدأ ان انا اتحرك ناحية اليمين وناحية الشمال بعد وانشغل التليفون وبعد كده بروح بننزل تطبيق ZYCAMI وببدأ ان انا افتح الابليكيشن متاقي بعد ما بتعمل اكاونت على ZYCAMI وبتفعل الجهاز اوقات بيكون فيه عندك تحديث او اوب دايت للفريموير بتقوله download وبتبدأ انك تحمله وبعد كده بتسيب الجهاز هو يبدأ يعمل updating للجامبل اللي عندك بعد ما بيعمل update للفريموير بيقولك complete تقوله complete قلنا ان الجامبل دا عبارة عن محورين فلو انا حركت الجويستيك اللي عندي في يمين بيق الشكل ده او شمال هيكون بيق الشكل ده هيبدأ ان هو يعمل follow بيق الشكل ده ولو حركته الفوق المفروض ان هو يعمل tilt up و down بس هو ما فوش المحور ده فهو هيبدأ ان هو يتحرك بيق الشكل ده يعني لو انا رفعته الفوق على ايه بدأ ان هو يميل بيق الشكل ده ولو حركته لتحت هيبدأ ان هو برضو يميل بيق الشكل ده عندي هنا زرار الام لو انا ضغط عليه مرتين واحد اثنين بيبدأ ان هو يحاولي من وضع landscape لووضع story او التصوير الطولي لو انت بتصور snap او story على انستجرام لو ضغط عليه واحد اثنين بيبدأ ان هو يحاول لوضع الفيديو او landscape طب لو ضغط عليه ثلاث مرات مثلا انا لفيت الجنب البتاعي بقى كده ولفيته كده عايزة رجعه بقى لوضعه الطبيعي واحد اثنين ثلاثة بيبدأ ان هو يعمله reset لوضعه الطبيعي تاني في عندي هنا في الجزء اللي في الجنب في عندي زرار الخاص بالزوم بقدر ان انا من خلاله اعمل zoom in بالشكل ده وقدر ان انا اعمل zoom out بالشكل ده ومن الاعدادات والخواص اللي بتبقى موجودة جوه هنا بقدر من خلاله هنا عندي zoom speed بقدر ان انا ازود سرعة الزوم يعني دلوقتي لو انا عملت zoom مثلا انا هنا عملت zoom على اسرع حاجة فلو اعملت بالشكل ده فالزوم بقى سريع جدا اقدر من خلاله تاني ان انا ارجعه للوضع البطيء بحيث تكون الحركة انعم معي بالشكل ده نفس الكلام بقدر ان انا اعمله مع حركة الجويستيك نفسه مثلا لو هنا شايفين انا عمله على slow بالشكل ده فبيتحرك بشكل ابطأ لو انا خليته على fast بالشكل ده شايفين حركة الجويستيك بقت اسرع بشكل كبير هي دي ببساطة ازاي بقدر ان انا اتعامل مع الجامبل طبعا الجامبل بيجي معي لو انت خدت النسخة الكمبو بيجيلك معي الكيس او الشنطة الصغيرة دي بتقدر انك تحط فيها الجامبل كمان بيجيلك معي الترايبود الصغير ده اللي هو بحيث انك بتقدر توقفه علشان تصور تايم لابس تصور سلو موشن تصور نفسك فكل ده بتقدر انك تتعامل معي بضغط على ZY كامي وبروح على شكل الكاميرا اللي بيبقى في الكورنر فوق بيفتح معي بالشكل ده الابليكيشن عادي جدا زي اي جامبل بتلاقي في عندك اكتر من مود بتقدر انك تصور به عندي مود البانو او البانوراما ومن خلاله بيبدأ الجامبل يعني لو انا دستله اوكي بالشكل ده بيبدأ الجامبل اوتوماتيك لوحده يصور صور بانورامية او بيصور المكان على شكل صورة بانوراما وبيدمجها وبيديك الصورة النهائية كل ده بيعمله لوحده بس اهم حاجة تكون مثبته ويكون واقف بالشكل ده بعد ما بيخلص بتكون دي الصورة تاني خيال عندي وهو الفوتو اللي من خلاله بقدر ان انا اصور صور مثلا كده بالشكل ده بقدر ان انا اضغط على الزرار اللي موجود في الشاشة او ان انا باضغط على الزرار اللي موجود عندي هنا بقدر ان انا اضغط بالشكل ده فبيبدأ ان هو يصور صور فوتوغرافية ولو ضغط ضغطتين على زرار التسجيل واحد اتنين بيحاول لي من نظام الفوتو لنظام الفيديو اللي بقدر من خلاله ان انا اصور فيديو على الجمل بلاقي بقى كل الاعدادات الخاصة بالفيديو او بالفوتو كلها بتبقى موجودة في الجزء اللي على ايدي الشمال مثلا لو خلينا في الفيديو بقدر ان انا من هنا اختار يا اما الوضع هيبقى منول او الوضع اوتو هو الابليكيشن بيبدأ ان هو يختار الاعدادات المناسبة اللي انت بتصوره او منول بتبدأ ان تتحكم بقى في الشوتر سبيد وفتحة العدسة وفي الاي اس او فلو انت مبتدئ دايما نختار اوتو خلي الجامبل هو اللي يختار لك احسن اعدادات في الوضع اللي انت بتصوره ثاني حاجة هنا عندي بلاقي في مقاسات الفيديو بلاقي في عندي سبعمية وشرين فول اتش دي وعندي الفور كي وتحت هنا بختار الفريم ريت لو انا هعمل سلو موشن بختار فريم ريت عالي بس الفريم ريت بيتوقف حسب مواصفات الموبايل اللي انت بتصور به يعني لو بيدعم فريم ريت عالي هتلاقي عندك هنا الخيارات بدأت انها تكون اكتر هنا عندي مثلا على الفول اتش دي اعلى فريم ريت عندي وهو ستين فريم بير سكند بقى انا دايما بخليني على الفور كي افضل بحيث لو انا حبيت ان اقص منه في المونتاج وفي عندي هنا خيار بتاع التجميل او البنات هي اللي هتبسط منه اكتر ده هنتكلم عنه بعدين وتحت بلاقي ثلاث نقط بضغط عليها بلاقي بقى كل الاعدادات انا لو عايز اظهر الجريد اللي هو الشبكة اللي بتبقى ظهرة بتبدأ انك تختارها لو انا عايز الويت بالانس مثلا لو انا بصور في الشمس بختار الساني او بصور في غيوم بختار الكلاودي او ان انا بخليه اوتو ويت بالانس هو برضو الابليكيشن بيختار الانسب ليه في الوضع اللي انا بصور بيه واخر خيار عندي اللي هو رموف ووتر مارك اللي هو من خلاله بقدر ان انا احزف اي علامة مائية خاصة بزيون لو بتنزلها على فيديوهات تقدر انك تخليها او تقدر انك تحزفها تقولوا لا ما تعطليش اي ووتر مارك على الفيديو او الصور اللي انا بطلحها يعني في شركات بتعمل كده على سبيل الدعاية بلاقي في كمان عندي في الحاجات اللي انا بقدر عملها بقدر ان انا اصور سلو موشن بقدر ان انا اصور الـ time lapse بقدر ان انا اصور الـ hyper lapse طبعا الفرق بين الـ time lapse والـ hyper lapse ان لو انا بصور time lapse بخلي الـ gumbel ثابت زي ما احنا شايفينه مثلا ايه وبضغط تسجيل بيبدأ هو يصور اي حركة بتحصل مثلا حركة عربيات لو انا بصور مثلا السماء وهي بتتحرك بيبقى الـ gumbel ثابت على العكس الـ hyper lapse انا ببدأ ان انا اتحرك مع تصوير الـ gumbel يعني مثلا انا عندي هدف وليكن زي ده فببدأ ان انا اضغط hyper lapse فاي حاجة بتتحرك وانا ببدأ ان انا اتحرك باتجاه الـ الهدف اللي انا رايح له حابقى ان شاء الله اعملكوا امثال وتطبيقات عن الموضوع ده واخر حاجة عندي اللي هي live streaming بس انا مستغرب يعني جايبين حاجات من كوكب تاني انا مش عارف بصراحة يعني دول ايه فين فيسبوك فين يوتيوب فين الحاجات اللي احنا عارفينها فمش عارف مش عارف ده تبع كوكب ايه بصراحة فهي دي الانماط اللي انا بقدر ان انا استخدمها في عندي بقى اللي هي من الحاجات الحلوة قوي اللي هتفيد الناس المبتدئين وهي السمارت اللي هي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات الجهزة بيقولك ازاي تصور وفي الاخر هو بيمانتج وبيبدأ ان هو يخلص لك الفيديو بالمزيكة بتاعته بكل حاجة نفس الفكرة طبعا كانت نزلت اول مرة في ال اوزمو موبايل سري اللي هي الستوريز وكمان كانت في الهوهم كانت نزلة باسم مومنت وهنا نزلة باسم سمارت فمثلا انت بتبدأ انك تختار شكل من الاشكال اللي موجودة عندي دي مثلا ايه واللي يكون مثلا خلونا نختار شكل زي ده وقول له ابلاي فهو بيبدأ يقولك ان انت عندك مجموعة من الحركات هتبدأ انك تعملها اول حركة بتكون بيق الشكل ده كل اللي انت بتعمله انك مثلا ايه ادي اول واحدة ببدأ ان انا اضغط بلاي بيبدأ يعد معاك بيق الشكل ده بتبدأ انك تحرك بس الجامبل وهو بيبدأ انه يزبط الحركة بتاعته بيق الشكل ده وتاني حركة بتبدأ انك تخلصها بيقولك برضو انت هتبدأ تتحرك بيق الشكل ده فمثلا ايه بابدأ ان انا اضغط play كده وبابدأ ان انا اتحرك بس بيق الشكل ده فبيبطئ انه يدك اول حركة دي اول حركة و تاني حركة بس خلاص كده مثلا ايه خليه اي حاجة عشان يفعلنش الحركة فبصوا هو بيبدأ بيبدأ ان هو يتحرك لوحده او هو يقمر حركة انا بس ببدأ ان انا امشي او اتحرك بالجامبل ناخد دي كمان بالشكل ده بيبدأ ان هو يتحرك كده فبعد ما بتخلص بيقولك بري فيو بتبدأ انك تضغط بالشكل ده فعلى طول بيبدأ هو يعملك منتاج او التصوير بتاعك بيطلعلك على شكل جهز تقدر انك تنشره على اي حاجة من السوشال ميديا انستجرام فيسبوك اي حاجة فكل سهولة مع المزيكة بتاعته مع كل حاجة لو عجبك التصوير بتقوله save لو ما عجبكش بتبدأ انك ترجع تصور تاني مثلا دي ما عجبتنيش ببدأ ان انا اختارها وابدأ ان انا اصور تاني اقوله retake ببدأ ان انا اختار الخيار ده بيبدأ ان هو يعدلي في الجزء اللي انا عايز اعدله او الجزء اللي انا ما عجبنيش فهي دي المودز اللي موجودة فيها في عندي بقى خيارات في الفيديو لما بروح على الخيارات بلاقي في عندي هنا خيارات الفيديو وهنا في خيارات الجامبل بتاعي اللي هو انت بتصور ازاي هل انت بتصور وانت ماشي ولا بتصور وانت بتجري علشان الجامبل يدي اوامل للمواتير انها تبدأ تتحرك بشكل اسرع حسب حركتك والفولو مود بتاعك في اكتر من مود بقدر ان انا اصور به في البان فولو اللي هو ببدأ ان انا اتحرك كده والجامبل بيبدأ يتحرك معي بالحركة الثالثة ده او عندي خيار اللوك مود ان انا بقدر ان انا احدد هدف معين الجامبل بيعمل تركيزه كله وفي عندي الرول الرول اند بان فولو كل الحركات دي بقى يبتدي ليونه اكتر في وقت التصوير وانت بتصور فالحاجات دي مع الممارسة انت هتشوف ايه اللي انت بتحتاجه اكتر وحتبدأ انك تعمله والهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك كان معاكم مصطفى مكرو اشتركوا في القناة